تزامنا مع ذكرى ليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم قليد الحكم قام سعادة الشيخ الدكتور راشد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بوضع حجر أساس لبناء مسجد ذو الجلال والإكرام في مدينة حمد وقد أشهد رئيس مجلس الأوقاف السنية بما تحظى به دور العبادة في المملكة من دعم كبير في عهد جلالة الملك المعظم ودعم متابعة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء مثمنا الدورة الكبيرة للمحسنين الكرام في بناء المساجد والتعاون الكبير في دعم هذه المشاريع الخيرية هذا ويتكون المسجد من طبيقين ويضم كافة المرافق والخدمات ويسعى لنحو 280 مصلي